في انتهاك جديد للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، تتعمد قوة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم إنسانية في حق المعتقلين في غزة بلا ذنب أو محاكمات أو اتهامات غير أنهم فلسطينيون. الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون من غزة يعانون من الاحتجاز والتعذيب ومنعهم حتى من استخدام الحمامات وتعصيب الأعين لفترات طويلة تصل للأيام. خلال وجودي هنا تمكنت من مقابلة عدد من المعتقلين المفرق عنهم. هؤلاء هم الرجال الذين احتجزتهم قوة الأمن الإسرائيلية في أماكن مجهولة لمدة تتراوح بين 30 إلى 45 يوما. لقد تعرضوا للضرب والإهانة وسوء المعاملة والتعذيب. هؤلاء قامت القوات الإسرائيلية بتعصيب أعينهم لفترات طويلة تصل أحيانا لعدة أيام متتالية. وقال أحدهم إنه لم يتمكن من الاستحمام إلا مرة واحدة خلال 55 يوما. وهناك تقارير عن رجال أطلق صراحهم لاحقا دون أي ملابس مناسبة في هذا التقصي البارد. انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق المعتقلين توثق جرائم الحرب التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني. حتى وصل الأمر إلى منع تزويد عائلات آلاف المعتقلين بالمعلومات عن أوضاعهم ومصائرهم. ما يجب على سلطات الاحتلال معاملة جميع المعتقلين أو الأسرة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية. لم يتم تزويد عائلات المعتقلين الذين يعتقدوا أن عددهم بالآلاف بمعلومات عن مصير أحبائهم. ويجب على إسرائيل أن تتخذ خطوات عاجلة لضمان معاملة جميع المعتقلين بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية. رغبة شرسة في الانتقام والإهانة الأخلاقية والإنسانية وأسلوب تمارسه قوات الاحتلال في تعملها غير الآدمي مع هؤلاء الأسرة في نهج أقل ما يوصف به أنه إحدى طرائق جرائم الحرب في حق الشعب الفلسطيني.